اشتركوا في القناة وبقاءهم في المنازل وابتعادهم عن التجمعات بين الحضر والحجر اختلفت الحروف وظل المعنى قريب سلوكياتنا تجاه الحالتين اظهرت فرق واضح خلانا نواجه نفسنا واستوعبنا شلون الفرد الواحد يقدر يخلق فارق كبير في مصير الجماعة اليوم زبدة اللي صار اللي دايما نحاول نخليكم على الطلاع عليها في برنامج ظرف استثنائي ابرز الاشياء اللي صارت المؤتمر الصحفي لمعالي وزير الخارجية شنو قال معالي وزير الخارجية قال مسألة جدولة عودة المواطنين ترجع بالدرجة الاولى الى قدرة المؤسسات الصحية على استيعاب اعداد المواطنين بدون المساس بتأثيرها على قدرة المنظومة الصحية بالبلاد يعني اهم شيء المنظومة الصحية بالبلاد حيث سيتم البدء غدا الاربعاء بتنفيذ الخطة الانية الممتدة من الاربعة 25 مارس الى الاحد 29 مارس زي من وين بنبدي وشين الدول الدول اللي راح يكون منها الاجلاء وعودة المواطنين رقم واحد الدول الموبوئة واللي تكون فيها الرعاية الصحية متأثرة ومتعثرة ايطاليا لبنان ايران واسبانيا بعدين رقم اثنين الدول الاكثر تمركز للمواطنين مستوفي شروط السلطات الصحية القاهرة بريطانيا امريكا وفرنسا بالمرتبة الثالثة تي دول مجلس التعاون وفق التنسيق القائم مع مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون وقال اننا راح يبتدون من البحرين والامارات وعلى طاري الامارات نشوف فيديو واحد من طلبتنا فهد العجمي من الامارات نشوفه معكم السلام عليكم معكم الطالب فهد مصر العجمي يدرس للمك المتحدة حب اني اوصر رسالة شكر حيق والدي يسموه شيخ صباح الأحمد وولي عهده على دعمهم لنا كطلبة في الخارج وحب اني اوصر رسالة شكر حيق القنصرية الكويتية اللي بدبي اللي ما قصرت معانا بشي وفرت لنا كل ما نحتاجه وسكنتنا من أفضل فنادق ثاني شيء اخواني الاماراتين صادفتهم بذبي يعطيكم العافية على استقبالكم الطيب لنا وعلى بتسامتكم الطيبة وعلى كرامكم الطيب ولا هي غريبة عليكم اهلنا بالكويت تطمنوا احنا بخير وبصحة وبسلامة والله يردنا عليكم ان شاء الله سالمين وزيل عننا هالوبا ويبلغنا رمضان ان شاء الله ونستودعكم الله والله يحفظنا وياكم ان شاء الله بالسلام ان شاء الله يا فهد انت وزملائك وكل اهل الكويت وشكر من الكويت لأهلنا في الامارات على هذا الاستقبال الرائع وما هي غريبة عليكم ونقول البشارة لكل من كان باله مجغول على عياله اخوانه اهله واحبابه برا الكويت نقول لكم مقدما قرت عينكم وهذه بشاير الخير بدأت تتهل وباتر بذن واحد احد نبدأ نشوفهم ونتطمن عليهم طبعا الشيخ الدكتور احمد الناصر لما تكلم عن هالتفاصيل هذه بالمؤتمر وبدأ الاجلاء بدأوا بدول معينة وان شاء الله مع الوقت ندري ان في اهل ناطرين دول اخرى ان شاء الله مع الوقت يبدون يعلنون عنها اذا الله سهل احنا بضرف استثناء نواجه فيه فيروس شرس تتبدل خريطة انتقال وانتشاره من ديرة لديرة ومن مدينة لمدينة وطبعا لمسنا تأثيره على صحة وامن المجتمعات اهي حرب اعلن فيها الوباء انتصاره على كل شخص القي سلاح الحيطة والحذر وكل من تأخر وسلك درب المغامرة بانتظار يبقى يشوف النتائج هذا الدرس اللي اهدانا ياه في الالفية الجديدة عظة للجميع وتجربة كونية تضاف الى تاريخ التحديات امام البشرية يا جماعة الخير امس الدكتور عبدالله السند اعلن عن حالة وحدة جديدة بالكويت واليوم ولله الحمد اعلن الدكتور عن حالتين جديدتين بالكويت الارقام مطمئنة وللحين مو مرتفعة وهذا الحمد لله بسبب الاجراءات الاحترازية لبالكويت وهالشي هذا طبعا تزامن مع قرار الحضر لكن وركزوا على لكن مو معناتا ان احنا تزاوزنا مرحلة الخطر وعبرناها ما نبين تهى وتذكرون وزير الصحة في لقاء ما عناش قال قال المرض هذا قمته بعد ثمانة سابيع ثمانة سابيع يعني شهرين شهرين الله بداية باتر رح يبدون اخواننا وحبايبنا يرجعون لكويت ممكن الارقام ترتفع اليوم اخواننا وحبايبنا بالسعودية اعلنوا اول حالة وفاة فخلنا جاهزين حق اي نوع من الاخبار قد ترتفع الارقام خلال الفترة المقبلة امس صاحب السمو اجتمع مع نواب اجتمع عفوا في اجتماع مع مجلس الوزراء بحضور رئيس مجلس الامة وبدت طبعا الاخبار تطلق اول شيء موضوع الشوارع بعدين موضوع العودة ان شاء الله لابنائنا وغيرها من الاخبار ولازلنا بانتظار الاخبار او الخطط الاقتصادية المشاريع الصغيرة وغيرها من الاخبار وعشان ناخذ تفاصيل اكثر معنا باتصال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم مساك الله بالخير بو علي شك الله بالخير يا اخو يا عبدالله يا كله بو علي انت امس حضرت الاجتماع اللي حضر فيه صاحب السمو امير البلاد وتحدثت ونقلت عدد من التوجيهات ممكن تتخص لنا هالتوجيهات هذه اللي سمعتها نقلا عن صاحب السمو حياك الله بو يا عبدالله وما خلالك نسي على السادة المشاهدين والمتابعين طبعا يعني الاجتماع ساعات طويلة وذكرت أنا ملخص هذا الاجتماع في تغريدات في تصريح رسمي لكن إذا يعني تبيني عيد ما ذكرته الأمور تتعلق بكل ما من شأنه رفع العد عن كاهل المواطنين وتخفيف الآثار الاقتصادية على المواطنين وعلى أصحاب المشاريع الصغيرة والطبقة الوسطة التي تأثرت بشكل كبير بهذه الأزمة أزمة كورونا وأيضا سموها يعني أعطيته جهات واضحة بضرورة الاستعجال وفق القرارات الصحية السليمة بإجلاء المواطنين وإعادتهم إلى بلدهم الكويت والله الحمد يعني نتائج هذا الاجتماع رأيناها بشكل سريع يعني الإجلاء سيبدأ من الغد لم يكن أحد يتوقع ذلك البنوك اليوم مشكورين قاموا بمبادرة منهم ودون أي دعم حكومي بتأجيل الأقصاط على المواطنين والمشاريع الصغيرة لمدة ست أشهر دعينا بعض المؤسسات الحكومية الأخرى مثل التأمينات الاجتماعية أن تخطو ذات الخطوة تجاه المتقاعدين تتوقع رح يكون فيه تفاعل مع هذا الدعوة بو علي بنك الاعتمان وواثق كل ثقة فيهم إن شاء الله ببنك الاعتمان وتأمينات الاجتماعية وغيرها من المؤسسات أن يحذو حذو المصارف اليوم فإن شاء الله اللي قاعد نشوفها حقيقة هو عبارة عن فزعة وطنية ولحمة حقيقة تجسدت في أن يكون الجميع في خندق واحد وتحت قيادة وراية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي كما ذكرت في جلسة اليوم وفي اجتماع الأمس قد البلد في هذه الأزمة بحنكة وحكمة كعادته دائما ابو علي اليوم شفنا مشهد يعني أنا عن نفسي ما شفته من قبل ما أدري إذا هو سابق أو حدث من قبل أول ما دخلوا أخوانكم الحكومة صار فيه تصفيق يعني هذه الحركة يعني لأول مرة نحن نشوفها ما الدافع كان من وراء هذه الحركة حقيقة للأمانة هذه الفكرة هي عبارة عن اختراح من أخونا الكبير نائب الفاضل المخضرم عبدالله الرومي تحدث معي هاتفيا فجر اليوم وقال لي يعني 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 أحيانا بقسوة وبشدة الحكومة والأداء الحكومي فعندما يقومون بجهود جبارة نحتاج إلى رفع معنوياتهم في هذه المرحلة اللي هي مرحلة دعم ومساندة نعم وهذا نتيجة يعني خبرته وسموه أخلاق الأخ عبدالله لذلك يعني كلموا هو بعض النواب وكلمت عن نواب آخرين وفعلا عندما دخل الفريط الحكومي كانت يعني لبتة وحركة راقية للتعبير عن الدعم والمساندة في هذه الظروف اللي هم في أمس الحاجة لدعمنا ولمساندتنا ورجوة فعلها كانت جدا إيجابية ليس فقط على المستوى الشعبي إنما تلقيت مكالمات من الخارج تشيد حقيقة في الكويت من جميع النواحي الجهود الحكومية الدعم النيابي التفاعل الشعبي وطب لعدة أيام كان مقرر وأن يكون لدي لقاء مع رئيس البرلمان البريطاني وكلنا نعرف ما هي بريطانيا بالنسبة للديمغراطية فستبدل هذا اللقاء بسبب عزمة كورونا باتصال هاتفي وكان يشيد إشادة كبيرة بالإجراءات الكويتية والتجربة الكويتية في مواجهة كورونا تخيل بريطانيا بحجمها وبتاريخها تشيد في تجربة دولة الكويت والكويت اليوم ترسل طائرات فيها معاقمات وفيها كمامات وفيها مستلزمات صحية أخرى إلى المواطنين الكويتين في بريطانيا فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الكويت ونسأ الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه اللحمة وهذا التعاون وهذا التعاضد يبارك في هذه الجهود إن شاء الله يا رب إن شاء الله بوعلي يعني تفضل تفضل أقول لك أنت اليوم من ضمن الأشياء التي تكلمت عنها في تويتر تكلمت عن التأمينات وناشتهم واليوم أيضا كررت هذا الكلام في مكالمتك بشكل عام عندك أخبار عندك تباشير سامع شيء أنا متوقع بشكل كبير نحن نمثل الشعب وبالتالي ندعوهم ولا ندعو في أمور ليست في صالح الشعب نحن في أزمة والدستور والمنطق وتوجيهات حضرة صاحب السمو طبعا قبل كل شيء أعتقد أن التأمينات الاجتماعية وبنك الاعتمان واثق كل الثقة في المسؤولين والوزراء المسؤولين عن هذه الجهات بأن يتخذ القرارات التي تساعد المواطن وتخفف من أثار الأزمة عليهم بإذن الآن يمكن دعطاعت تقولي مسموح في نقطة حقيقة أجد من الواجب أن أذكرها وهي ليست مجاملة إنما حقيقة ويشهد لها كل ابناء الشعب الكويتي وهو التعامل الإعلامي الحكومي وأيضا غير الحكومي مع هذه الأسمة المؤتمرات الصحفية التي أصبح الشعب الكويتي كل يتابعها اليوم أغلب الشعب الكويتي يتابع تلفزيون الكويت وتلفزيون المجلس والقنوات والقنوات الحكومية وأيضا الخاصة الكويتية بينما في السابق لم تكن تجد هذا الأقبال على هذه المحطات الأخ الناطق الرسلي أنا سبق أن انتغت في مناسبات سابقة ليس بشخص الكريم إنما بصفته اليوم يبدأ بظهور اليومي وبإجاباته عن كل أسئلة الصحفيين الأخ الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي لوزارة الصحة قبل الأخ المضف مواجهة على هذا ما كنا ندعو له من البداية حضرتك اليوم متميز ومتألك كالعادة في برنامج على مستوى هذا الحدث كضب استثنائي هذا التعامل الإعلامي في غاية الأهمية الإعلامي العبدال الكبير في نقل المعلومة الحقيقية الإعلامي العبدال الكبير في مواجهة سلاح سيء وهو سلاح الإشاعة والإشاعات المغرضة الإشاعات التي تشكك الناس ببعض الأمور الإشاعات التي تدخل الفزع والهلأ والريبة وعدم الثقة بأجهزة الدولة عن طريق بعض أدوات الطابور الخامس هذا كله لا يواجه إلا بإعلام قوي إعلام صريح إعلام شجاع إعلام جريء إعلام يواجه ولا يخاف من المواجهة لما نرى كل يوم نرى أكثر من وزير يجاوبون الأسئلة بشكل مباشر حالهم حال أعضاء مجلس الأمة لما نطلع ونجاوب الأسئلة بشكل مباشر أنا أعتقد هذا يعزز منطقة أبناء الشعب الكويتي في مؤسسات الحكومية ألف شكر يعني كان يجب أن أغف وأذكر هذه شكرا 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 للجميع وأيضا أكرر مرة أخرى شكري وتقديري واحترامي لأخواننا وأخواتنا في الصف الأمامي سواء الأعضاء في الكوادر الطبية الفنية أو منتسبي الجهات المعنية الأخرى ألف شكر بوعلي شكرا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على هذه الإشادة شكرا على كلماتك وشكرا أيضا على المثال اللي قدمتوا اليوم في تحية أخوانكم في الحكومة ونقول لكم نحن أيضا كشعب لما نشوف الحكومة تسوي شيء زين أيضا نحن نصفق ونقول لهم قواكم الله ونتمنى لهم كل التوفيق بالقادم بوعلي في مكالمته تكلم وتمنى إن شاء الله أنه من التأمينات وبنك الاعتمان أنه يحذون حذو البنوك نحن قلنا نأخذ المعلومة من مصدرها معانا رئيس مجلس إدارة والمدير العام لبنك الاعتمان الصلاح المضف مساك الله بالخير الله بالخير هل أخي أدل يا هلو يا مرحبه أطيكم العافية الله عافيك الله يحفظ بقواكم الله على جهودكم وكيد على عملكم خلال هذه الفترة نحن نبي منك الزبدة ظرف استثنائي دائما يبحث عن الزبدة هل هناك نية منكم في بنك الاعتمان بتأجيل الأخصات على المواطنين مشكور أخي عبدالله أول شيء على الاستضافة نحن تلفزيون دولة الكويت في هذا الظرف الاستثنائي بالتأكيد بنك الاعتمان حريص كل الحرص على المواطنين بشكل خاص وخصوفا وأن بنك الاعتمان يخدم شريحة كبيرة أن لم تكن أغلب الكويتيين بهذه الجهة يتمتعون فيما تقدمه الدولة من دعم في القروض العقارية فيما يتعلق في موضوع تأجيل الأخصاد وصي عبدالله طبعا بكوجهات سامية من حضرة صاحب السمو بأن يجب أن تكون فيه هناك حزمة من قرارات اقتصادية وأيضا تخفيف العب عن كاه المواطن في ظل هذه الظروف رهنة فبناء على هذه توجيهات تم تشكيل لجنة اقتصادية من قبل مجلس الوزراء وهذه اللجنة تجتمع بشكل مستمر في هذه الأيام بالتنسيق مع كل الجهات ظهر من بينها بنج الاعتمام من الكويت نعم فنحن نتوقع أن هذه الاجتماعات سوف ينتج عنها قرارات جدا مهمة تصب بصالح المواطن الكويتي بالدرجة الأولى وأيضا للاقتصاد الوطني لدولة الكويت وسوف تكون هذه القرارات في القريب العاجل ومن ضمنها إن شاء الله بنج الاعتمام الكويتي ونحب أن نطمن المواطنين بأن الأولوية للمواطن الكويتي بتخفيف اللعب عن كاهله وهذا ما تم بناء على توجيهات صاحب السمو لكم المسؤولين في الدولة ألف شكر واضح ونتمنى إن شاء الله نسمع منك الأخبار الطيبة والتباشير قريبا موفقين إن شاء الله باجتماعاتكم ونتمنى إن شاء الله نسمع هذه القرارات التي تسعد المواطنين ولا زالوا بانتظارها خصوصا نحن نمر بهذا الظرف الاستثنائي أيضا من الجهود المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية عندهم مبادرة ويعني ساهموا بصندوق لدعم جهود مواجهة انتشار هذا الفيروس معانا أيضا اتصال من المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر يعطيك العافية دكتور الله يعافيك مساك الله بالخير مساك الله بالخير دكتور كلمنا عن هذه المبادرة وطبعا الصندوق الكويتي كما تعلم يهدف دوره هو العمل بالخارج لكن طبعا يحس يعمل بتلبية أي احتياجات داخل الكويت بطبع مكان المناجهة ونحن نعلم تماما الجهود العظيمة والمقدرة التي تقوم فيها وزارة الصحة والجهات الأخرى في الكويت وهذا الفيروس الكورونا وما يؤديه ويعرض امكانيات وزارة الصحة لضقوط كبيرة في الفترة الأخيرة فلذلك طبعا مجلس الإدارة رئيس مجلس الدارة وزيرة الخارجية ومجلس الدارة أقروا تقديم الصندوق لمنحة بقيم 30 مليون دينار تنفذ عن طريق تقديم 10 ملايين دينار منها كحصص في الصندوق المنشأ من قبل مجلس الوزراء وأن أيضا نخصص 20 مليون دينار لمبالغ يتفق فيها مع وزارة الصحة لاحقا على كيفية استغلالها لتقطيع احتياجاتهم خاصة لمكافحة الفيروس الله يعطيكم العافية الصندوق يحاول أن يعمل ما يمكن يعمل في هذا المجال قواكم الله وشكرا لكم على هذه الجهود أيضا ما ننسى أمس تكلمنا عن الناس البسيطة الناس التي فقدت وظائفها الناس التي كانت تعتمد على الأجر اليومي وتكلمت أم مبارك معنا وغيرها ومحمد الحصينان من قبل وعلى طاري محمد الحصينان وعلى طاري أم مبارك وعلى طاري هالمجموعة الناس التي فقدت قوت يومها أطلق قبل قليل في تويتر حملة وتم الإعلان عن حملة ستكون يوم السبت الياي اسمها فزعة للكويت ردا على خطاب صاحب السمو أمير البلاد لما قال أطلب الفزعة قالوا لأبشر صاحب السمو عندنا فزعة للكويت وهذا الفزعة حق الأسر المحتاجة حق الناس فنوجه لهم كل التحية ونقول لهم احنا معاكم وموفقين إن شاء الله في جهودكم ومن الناس اللي من اليوم الأول طبعا هم ممقصرين لا قبل ولا بعد الهلال الأحمر الكويتي ممقصرين الدكتور هلال الساير رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي دكتور مساك الله بالخير مساك الله بالخير دكتور أول شيء أبي أقول لك يعطيك العافية شخصيا غير طبعا جهود المتطوعين وهلال الأحمر إنك تنزل للميدان ولازل تشتغل بيدك وتروح وترجع قل لي قل لي تجربتك قل لي أنت قاعد تسويه مع زملائك بالميدان هذا حقيقة واجب وطني وحق الكويت وهذا شغلنا لما يكون في أزمات مثل هالأزمعات فإحنا الحقيقة بدنا من زمان لما كان فتح باب التطوع نعم فجونا تقريبا ألف ومئة متطوع غير المتطوعين نحن عندنا ألف وسبعمة متطوع نعم فلما صار المحجر في منتزه الخيران وزارة الصحة طلبت مننا أن نساعدهم في إدارة المنتزه فإحنا وفرنا أمية متطوع نعم 24 ساعة يأخذون تناوب وعمل لوجيستي وتنسيق مع الأشخاص وتشجيلهم وتوزيع الاحتياجات اللي يحتاجونها فهذا طبعا هذا الأول شيء توينا معهم نعم أيضا شاركوا المتطوعين في الجمعيات التحاونية هذا نوحي الناس بفايروس الكورونا وفي المواطنين والمقيمين نعم والسلال دكتور اليوم وصلني خبر عن السلال نعم من المستفيد منها السلال الغذائية هي حق حرس المدارس نعم نحن نغطينا جميع المحافظات اللي بالكويت نعم وتم توزيع فيها واليوم تم توزيع على مدارس محافظة حوالي نعم وأيضا على المقابر نحن نقطي 887 مدرسة لواكم الله طبعا تعرف الحراس لا يخرجون وما نبي يختلطون مع الناس ولذلك قلنا نعطيهم هذه السلال تكفيهم حقش كثر دكتور تكفيهم لمدة شهر وشنو فيها السلة السلة فيها يعني عيش تمر وعدس وفول وفاصولية فهذه هي اللي قاعد نوزع هذا قواك الله دكتور عطني مشاهداتك أنت أنت شخصية جميلة وقاعد تشتغل بنفسك يعني أبي مشاهداتك من شفت شونه شفت في شيء معين شفتها جدام عينك أو صار جدامك خلال أيام اللي فاتت والله نشوف العمال المساكين كلهم يعني تلقاهم محتاجين مساعدة وأيضا يحتاجون توعية فإحنا نعطيهم ورقة ورقة ثانية في عدة لغات نعم نحلمهم وشون يغسلون إيدهم وشون يبعدون عن بحض مترين وشون يحافظون على العدوة فهذه طبعا حلوة ووايد تلقاهم يتشكرون قواكم الله ولا لا ضيع تعبكم إن شاء الله يا دكتور ومفقين إن شاء الله بكل الجهود بهذا الظرف الاستثنائي الضغوط النفسية طبعا أوصلا النفسيات تتغير والضغوط النفسية تتغير اللي قاعدين بالبيت يقولون نحن نفسيتنا والوضع تغير علينا واللي خايف واللي متأثر وطبعا أكو ناس يعني الضغوطات عليهم أكثر بكثير اللي أهم المتواجدين في الخطوط الأمامية اليوم عشان نتكلم عنهم ونعرف أوضاعهم معنا الدكتور سليمان الاخضاري الدكتور سليمان متخصص في هذا المجال دكتور أبي تعطيني وجهة نظرك في هذا الموضوع سعد لي بساك دكتور حياك عبد الله الله يعطيك عافية وخلني أقول أن أنا أنتهز الفرصة وأقول لك إن شاء الله عبما نخلص منه هذا الظرف الستثنائي نبي وجودك مع أن التلفزيون يكون دائم مستثنائي الله يحفظك يا دكتور بشكور ما أقصك قولي لكل هو دكتور قولي كلمني أمرك يعني هو الظرف استثنائي ويمكن الكثير من الأخوة ساهموا فيما يتعلق بالأمور النفسية المتعلقة بوجود الناس في بيوتها وطريقة تعاملها مع أسرها وهذا كله وهذا شيء يستحق التقضية ولكن مثل ما تفضل هناك ناس أبطال موجودين الآن على خطوط الدفاع الأولى والناس هذيها مهم جدا بالنسبة لنا استقرارهم النفسي في هذه الظروف الاستثنائية من أجل أن يقدرون يخدمون بلدهم بالشكل الذي يرضيهم والشكل الذي يحمي الناس اللي عايشين في هذا البلد أسباب الضغوط عبد الله قد تكون كثيرة في ظل هذا الظروف من ضمنها يعني الحاجة يمكن الاتباع سريب شديدة في الحرص عند التعامل مع المرضى المشتبه فيهم من ملابس من أدوات وقاية من غيرها خوفهم هم من نقل العدوى للناس لأنفسهم وطبعا للناس والأحبابهم وعيالهم الناس اللي يحبونهم الناس اللي معاهم اللي عاملين معاهم طبعا أحيانا يكون عدم توفيق أيضا بين حاجاتهم الشخصية والحاجات الوظيفية يحسون في ضغط عالي عليهم من أجل أن يشتغلون 24 ساعة وبأقصى طاقتهم بينما بعضهم قد يكون عندها مشاكل صحية ضغط سكر يأخذ علاج يأخذ غيرها بشنو تنصحهم أو بشنو توجههم وصمة اجتماعية يجب ما ننسى عبد الله لأن الناس عندها أفكار خاطئة بالنسبة لل الزيروس هذا كثير من الناس يقول لك بداما يشتغل في خطوط الدفاع الأولى يتعرض للعدوى إذن هذا ما ننتخلط معه ما ننتصل معه فهذا أيضا يلقي درجة كبيرة من الضغط عليهم يجب أن العاملين في هذا المجال أو العاملين في هذه الأواكن يفهمون أن اهتمامهم بالصحة النفسية ليس مجرد رفاهية في هذه اللحظة هذا شيء سيساعدهم في قدرتهم على أداء وظيفتهم بالشكل ليخدم أهداف تطوعهم لهذا الهدف من حيث المبدأ فبالتالي لما نقول لهم ديروا بالكم على روحكم نحن ما قاعد نقول لهم صيروا ألانيين هذا الشيء يعني يخدم قدرتهم على أداء وظائفهم بالشكل المثالي وهي المهم أن ما يشعرون أو يفهمون أن الشعور بالقلق وضغط النفسي في هذه الأجواء ما تعني الضعف أو العجز أو عدم الكفاءة لأننا في ظروف استثنائية مفهوم جدا أن يكون في حالة من القلق والتوتر والترقب يعني طبيعي هو إنسان طبيعي يتعب طبيعي يتأثر هو إنسان طبيعي يتعب يتأثر مهم جدا أن نكون منفتحين على إنسانيتنا وعلى ضعفنا وعلى قلقنا وهذا شيء طبيعي عند التعامل في هذه الأمور وهذا لم يمعنى كونك قلق في هذه الأجواء هذا لا يعني أنك إنسان ضعيف وإنسان مو كفو هذا شيء شيء ثاني عبدالله لازم الإنسان اللي موجود في أخواننا الموجودين في خطوط الدفاع الأولى لازم يهتمون بإحتياجاتهم الأساسية وعيد مهم أن ينتبتون لفترات راحة يهتمون بالأكل الكافي والأكل الصحي يمارسون بعض درجات النشاط الحركي بعيد عن النشاط الحركي اللي كان يسوونه أثناء رعايتهم لمرضاهم ويبتعدون قدر الاستطاعة على العادات الصحية السيئة السهر الأكل المتأخر التدخين الزايد ومهم في هذه الفترة أيضا أن يكونون على تواصل مع أحبائهم مع الناس اللي يستمدون منهم القوة ويفهمون أن كثير من الناس اللي يحبونهم أو بعض الناس الآخرين ممكن يتجنبونهم في هذه الأجواء الحمد لله في القرن الواحد وعشرين في هناك الكثير من وسائل للتواصل المباشر بالصوت والصورة الفيديو كونفرنسينج والكلام هذا قلل من المشاكل المتعلقة في هذا الجانب وعدم التواصل المباشر ألف شكر دكتور أنا ودي أعطيك أكثر بعد يعني لأن حديثك لا يمل وهذه المعلومات اللي نقعد تقولها مهمة جدا وأتمنى إن شاء الله أن نأخذك معنا ونتكلم بتفصيل أكثر سواء كان على اللي بالخطوط الأمامية أو على اللي قاعدين اليوم بالبيوت زبدة الكلام في سنة 1929 بدأ انهيار سوق الأسهم الأمريكية وتحديدا بورصة وولستريت والمؤرخين أطلقوا على هالفترة هذه مصطلح الكساد الكبير لأنها بدت بالثلاثينيات وبداية الأربعينيات وبداية الأزمة كانت بسبب طرح 13 مليون سهم للبيع بس محد تقدم وشرى الأسهم آلاف المساهمين لقوا نفسهم من فلسين وخسر مؤشر داو جونز 89 بالمئة من قيمته الأزمة امتدت من أمريكا إلى باج دول العالم وكان التأثير الاقتصادي مدمر التجارة الدولية تأثرت ووصل تأثيرها حتى على الأفراد وبسنة 1933 قررت الحكومة الأمريكية مواجهة تداعيات هالأزمة وأنشأت مؤسسة لرعاية العاطلين عن العمل وأصدرت قوانين وأصلاحات اقتصادية الأمراد في هذا الظرف الاستثنائي العاقل وهو اللي يرتب أموره ويراجع نفسه ومصاريفه وأولوياته رسالة لكم من القلب للقلب دمتم بأمان وبحفظ الرحمن ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر